تمتلك روسيا لاحتياطات الاقتصادية الهائلة والمعززة بالتقدم العلمي والصناعي خاصة في مجال الطاقة ولا تقل قوتها الاقتصادية عن قدراتها العسكرية المتطورة حيث تمتلك منظومة S-400 لدفاع الجوي والصاروخي المصممة لمواجهة الطائرات والصواريخ الباليستية والبحرية المجنحة بما في ذلك متوسطة المدى كما يمكن استخدامها ضد أهداف أرضية وتتميز موصفات هذه المنظومة بأن مدى اكتشاف الأهداف 600 كيلومترا واستطاعتها تتبع أكثر من هدف في آن واحد حتى 300 كيلومتر كما يبلغ مدى تدمير الأهداف الجوية 400 كيلومتر فيما يبلغ عدد الأهداف المدمرة في وقت واحد 36 هدفا وهذه المنظومة تستطيع إطلاق 72 صاروخا ويصل زمن نشر المنظومة من الحركة 5 دقائق ويصل الارتفاع الأقصى لإصابة هذا النوع من الصواريخ 27 كيلومتر والارتفاع الأدنى لإصابة الهدف 100 متر من جانب آخر وافقت واشنطن على بيع منظومة ثاد للدفاع الجوي وهو من المكونات الرئيسية لنظام الدفاع ضد الصواريخ الباليستية ويعمل في منطقة الدفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي تسعى المملكة وفق رؤية 2030 لتنويع ترساناتها العسكرية وتوطينها من خلال فتح مصانع محلية وتعاونها مع الدول المتقدمة في المجال العسكري وذلك ما تم خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز وتوقيع الجانبين الروسي والسعودي على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم